السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن حسن الضن بالله ما هو حسن الضن بالله هو توقع الجميل الذي سيأتيك من لدن الله عز وجل نحن في زماننا هذا نحتاج كثيرا الى هذا المبدأ الايماني خصوصا وان الحياة صارت صعبة فيها الكثير من الشدائد والقرب والناس يعان كل منهم من معاناة اما امراض واسقام واما فقر وديون واما مشاكل مع الاولاد واما صراع مع الزوجات واما عقبات في الطريق كثيرة هي المشاكل والغموم التي تواجه الناس حينما نعجز عن ايجاد الحلول المناسبة ماذا علينا ان نفعل هناك فئة من الناس تستسلم لليأس والقنوط او تشعر بالتدمر ومن ثم تخاطرها افكار سوداوية لكن اهل الايمان واليقين اذا وقعت لهم الشدائد والقرب والصعاب فانهم يتوجهون مباشرة الى حسن الضن بالله معناه توقع الجميل من الله انه مهما اشتدت الازمة فان الفرج قادم بحول الله وقوته وقد قال معلم البشرية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه في الهدي القدسي يقول انا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خيرا فله ذلك وان ظن بي شرا فله ذلك الانسان هو الذي يحدد مصيره وهو الذي يحدد موقفه من خلال حسن ظنه بالله هناك بعض الناس يتوقعون حسن الظن بالحق عز وجل فاذا بربنا عز وجل يبدلهم خيرا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون حتى في خضم الازمات وهناك انس اخرون تغيب عنهم هذه المعاني فيظلون في حياتهم معذبين نروي قصة وقعت في عهد النبي الكريم داوود عليه السلام سيد داوود كان نبيا وكان ملكا وكان قاضيا كان كل اسبوع يعقد مجلسا يحضر فيه عامة الناس من ابناء الشعب كل من عنده مظلمة وكل من عنده حاجة الا ويعرضها يستمع يستمع للمظلومين فينصفه من الظالمين ويحكم بالعدل بين الناس ويسعى في خدمة حوائجهم وقضاء مطالبهم هكذا كان النبي داوود عليه السلام في احدى المجالس وكان غاصا بالناس دخلوا عليه منذ الفجر العشرات من الناس كل عنده مظلمة يحكي من ظلمه ويحكي مشاكله وهمومه وينصف سيدنا داوود ربنا يلهمه الصواب في لحظة دخلت امرأة تجر في يدها ثلاث بنات صغار دخلت عند داوود قال يا امرأة هل عندك مظلمة قالت اي نعم عندي مظلمة قال من تشكين هل رئيس الجند ام رئيس الامن ام احد مسؤولين في الدولة قالت لا انا اشكو اليك الله سيدنا داوود اهتز مقدم شعره ما تقولين يا امرأة قالت اي نعم جئت اشعر بالظلم واسألك هل ربك ظالم ام عادل قال ويحك يا امرأة ان لم يعدل رب العالمين فمن يعدل سواه الله تعالى عادل والله تعالى كريم والله حليم بالعباد قالت كيف ذلك وانا امرأة ارملة وعندي ثلاث بنيات صغار وما عندي قوت ما عندي بيت ما عندي حياة ما عندي تعويضات اشعر بالضياع فاقتلست الوقت وصرت ادبغ جلدا جلدا احمرا صنعته وغزلا لكي ابيعه في السوق لكي اتلقى به دنانير معدودات لأعيش به مع بنات الصغار دون ان اضطر ان امد يدي للتسول قال ومعدي ماذا حصل قالت لما انجزت ذلك الجلد وهيئته نهبت من السوق لكي ابيعه ونشرته في الشمس وكان هناك اناس عندهم المئات من الخرق خرق الجلدية عندهم المئات من المعزي والبقري والضعني والجمالي وانا عندي واحد فقط فاذا بنسر يطير في السماء ترك كل الجلود المدبوغة ولم يختر الا جلدي وغزلي اخذهم وطار في السماء وترك لي هكذا هل ربك عادل ام ظالم لماذا لم يسلط ربك هذا النسر على هذه هؤلاء تجار الكتر عندهم جلود كثيرة لماذا انا عندي واحد واخده مني بينما نبي الله داود يحضق اليها باستغراب ويبحث عن الجواب المناسب الى طرق الباب فقال الحاجب يا سيدي هناك جماعة من التجار قادمون على وجه الاستعجال يطلبون منك الدخول يستأدنون قال ايدا لهم فدخل هؤلاء التجار الى مجلس داود عليه السلام وجدوا المرأة بجانبه تبكي ومع أطفال الصغار فقال داود ما خطبكم قالوا يا سيدنا نحن تجار نعمل في سفيدة وليلة الامس كنا نحمل تجارة كثيرة فيها ودائع وامنات الناس وكنا نبحر في البحر وفي لحظة تغير الموج وتغير التقس والمداخ وصار هناك وصار هناك تقس شديد ورياح خطيرة وكادت السفيدة تغرق واستضمت بصخرة وصار فيها ثقب وبدأ الماء يتسرب إلينا وقلنا سنهلك سنهلك لا محالة الماء يتسرب في الثقب ولم نجد كيف نسد ونتقب والسفيدة مملوء بأموال الناس وودائعهم فصرنا ندعو الله تعالى ونقول يا ربنا أنقذنا يا ربنا أنقذنا يا مغيث بك نستغيث يا مغيث بك نستغيث فبينما نحن كذلك إذا من أسر في السماء يطير يحمل خرقة من الجلد حمراء فيها غزل فألقى بها على السفينة فإذا بينا نأخذ تلك الخرقة ونسد بها ثقب السفينة ونخيطها بذلك الغزل فنجونا من الغرق وقد ندرنا ندرا أننا وقد أنجانا المولى عز وجل كل واحد من هؤلاء التجار سوف يتصدق بمئة دينار فهي هي الأموال نحن جميعا عندنا كل نحن عشر التجار كل منا عندهم مئة دينار هي ألف دينار خدها يا نبي الله داود واعطيها لمن يستحقها أنت أعلم وأنت أدرى بالناس وتخالط الناس وتعرف مشاكلهم وحاجاتهم خدها يا داود واعطيها لمن يستحقها فنظر داود عليه السلام إلى المرأة التي تبكي فقال هل هذا هو غزلك لأن هؤلاء التجار جاءوا معهم بذلك الجلد وذلك الغزل قال لي هذا هو غزلك قالت أي نعم هذا جلدي وغزلي قال لا يا مرأة لماذا تتهمين الله تعالى بالظلم وهو يتاجر لك في البر والبحر إنه يتاجر لك في البر والبحر لقد جاءك بيد الأعطية فقال أيها تجار إن ذلك الجلد وذلك الغزل هو من صنع هذه المرأة وهي من تستحقه هي وبناتها الثلاثة الأيتام فإذا المرأة تأخذ ثمن الجلد ألف دينار وتسجد لله تعالى نادمة على أنها ضنت بالله ضن السوء فقال له داود عليه السلام قومي بارك الله لك في تجارتك مع الله قصة حقيقية وقعت أيام زمان لكنها صالحة لكي نستفيد من عضاتها وعبرها في كل زمان مثل هذه المرأة كثير بيننا هناك أناس يتعرضون يوميا للمشاكل ويتعرضون للنكبات ويتعرضون للأمراض وللفقر وللمصائب والويلات فئة تحسن الضنب الله لكن هناك من بيننا من يسيء الضنب الله ويشعر باليأس والتذمر لهذا أيها الأحباب الكرام نريد أن نربي أنفسنا على أننا نوقن بأن الله تعالى معنا يسمعنا ويرانا وهو سبحانه وتعالى وعدنا بأن يعطينا الخير كل الخير حصل الضنب الله يعني توقع الجميل دوما مع الله ربنا سوف يعطيك حتى ولو أن هناك أزمة الناس يتحدث عن أزمة مالية وأزمة في التوظيف وأزمة في الصحة وأزمة في السكن وأزمة في النقل وأزمة في العدالة الاجتماعية كل هذا لا يهم لأن هذا تدبير بشري لكن التدبير الإلهي إذا تدخل برحمته وعفوه وكرمه وجوده إذا أعطاك أدهشك وإذا أكرمك زادك من فضله حتى تصير من الذين صاروا من أهله وخاصته لهذا نسئ أحبابنا الكرام أننا ينبغي أن نحسن دوما الضن بالله نحسن بينه به الضن في الفقر والحاجة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فالتمس العطاء عند الناس ربما منعه الله تعالى عطاء الناس ومن نزلت به فاقة والتمس العطاء من الله أعطاه ما يريد عاجلا أم آجلا هذه حقيقة يقينية إذا شعرت بشدة وكرب وطمعت فيما عند الناس الناس ضعفاء الناس فقراء الناس كل يقول نفسي نفسي لكن من أنزلها بالله عز وجل وهو الغني الحميد أوشك الله تعالى أن يعطيه من الخيرات والبركات آجلا أم عاجل إذا أحبه الله تعالى أعطاه عاجلا وإذا أراد بك خيرا عظيم أجله إلى الدار الآخرة أو إلى آخر عمرك أو أعطاه لأولادك وأحفادك لأن الله تعالى كريم في كل الأوقات وفي كل حين ففي الدنيا المؤمن لا يشعر أبدا بالخوف لأن عنده حسن الظن بالله ومن حسن الظن بالله أننا في الدعاء إذا دعونا الله تعالى ندعوه ونحن على يقيم أدعو الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة هكذا قال النبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا يسمع من قلب غافل يسن يدعو وقلبه غافل أدعو الله تعالى وأنتم موقن بالإجابة عندك مشكل في الإدارة عندك مشكل مع مؤسسة حكومية عندك مشكل مع بنك مع قرود عندك مشكل أمراض وأسقام عندك مشكل في العائلة أدعو الله يا رب فرش عندنا يا رب احفظ الأولاد والبنات يا رب اقلد الحوائج أدعو الله تعالى وأنتم موقن بالإجابة سترى عجبا بل حتى بعد الموت ربنا ينفعنا بحسن الظن بالله يا مقصص كثيرة وقعت للصلحاء وقد رؤوا في المنام من بينهم أذكر مالك ابن دينار الذي كان طيلة عمره كان يعيش في الضياع كان فاسقا فاجرا يشرب الخمر ويأكل الحرام ويظلم الناس ولكن في آخر عمره أدركته رحمة الله فندم وتاب وانصلح أمره لكن ما هي إلا مد قصير حتى توفي فرآه بعض الصالحين في المنام رآه فقال يا مالك ابن دينار بماذا قدمت على ربك بماذا قدمت على ربك قال قدمت عليه بذنوب كثيرة قدمت عليه بذنوب كثيرة نجان منها حسن الضن به حسن الضن بالله إذا رأينا مبتلى يشرب خمر إذا رأينا امرأة تبيع جسدها إذا رأينا شابا مفتونا إذا رأينا كل شخص عنده بناء نقول لعل الله تعالى يغفر لنا وله لعله تدركه رحمة الله لعل الله تعالى يكرمه بحسن الضن بالله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أيها الأحباب الكرام حسن الضن بالله إياكم واليأس إياكم والتدمر إياكم والإحباط لأنكم ستدخلون إلى دوائر فيها وساوس شيطانية قهرية تؤدي بكم للضياع تمسكوا بحمل الله المتين واعلموا بأن الله معنا يسمعنا ويرانا وهو سبحانه وتعالى أعلم بأحوالنا وإذا دعوناه وأحسن الضن به لا شك ولا ريب بأن الله تعالى سوف يكرمنا ويزيد من فضله فاللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة